السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا معايا الفيديو ده اللي هنشوف من خلاله مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لسه مشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويريد كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الادوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها هنا بقى هنشوف عندنا اداة بتساعدنا على كسر البرشام لنص اول ربع بكل سهولة على حسب وصف الدكتور طبعا بعد كده عندنا الفرشة اللي بيجي فيها جزء خاص تقدر ان انت يدي فيله مادة التنظيف اللي انت بتفضلي تستخدميها وبعد كده هتقدر ان انت تنظفي بيها مختلف الحاجات اللي انت بتكوني محتاجة تنظفيها وغير كده كمان بيجي معاها كزا قطعة للتنظيف تقدر ان انت تبدليها بكل سهولة هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للحمام بيجي مكون من كزا درج باحجام مختلفة فوق بعض كده بالشكل ده تقدر ان انت تنظمي بيه مختلف ادوات الحمام زي المنازيل او الفوت او الشامبوهات او الكريمات وغير كده كمان هو بيبقى مزود بعجل يعني تقدر ان انت تحركيه بكل سهولة في ارضية الحجم ودلوقتي هنشوف عندنا المصفة دي تقدر ان انت تتحكمي في الحجم بتاعها بحيث انها تتناسب مع حجم الحودة عندك وبعد كده تقدر ان انت تصفي عليها الموعين او الخضار او الفكهة بعد كده هنشوف عندنا اداة ازالة الوبر الورقية وهي بيجي فيها جزء تاني كده تقدر ان انت تستخدميها لازالة الوبر او الشعر من على مختلف انواع الملابس او المفارش او الكنب او السجاد هنا بقى عندنا منظم ومصفة للزيت يعني لو انت عندك زيت استخدمتي قبل كده تقدر ان انت تصفيه باستخدام المصفة دي بحيث ان كل بواقل اكل اللي بتبقى موجودة في الزيت ده هتتصفى والزيت هيفضل عندك نضيف عشان تقدر تستخدميه مرة تانية وهنا هنشوف عندنا منظم للمكسرات والحلويات بيجي على شكل وردة وزي ما انت شايفة كده تقدر ان انت تنظمي بيه كمية كويسة جدا من المكسرات او الشوكولاتة او الحلويات بعد كده هنشوف عندنا حامل لمختلف لوازم المطبخ زي السكاكين او المعالق تثبيته سهل جدا على الجدار وغير كده المنظم ده بيساعدك على توفير المساحة عندك في المطبخ وتقدر يتنظم عليه فيوة المطبخ بعد كده هنشوف عندنا ممساحة او اسفنجة تقدر ان انت تعصري منها كل المية وكل سوائل التنظيف اللي تبقى موجودة عليها بكل سهولة وغير كده بتكون صغيرة في الحجم وطريقة تصميمها بتساعدك جدا انك تنظفي بيها كل الاسطح او الاجهزة اللي بتبقى موجودة عندك في البيت بكل سهولة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا سلة حجمها بيكون صغير كده تقدر ان انت تثبتيها عندك بكل سهولة على اي درج او على جلاب المطبخ وترمي فيها بواي الاكل او الورق او اي حاجة تانية انت عاوزيها وطبعا تقدر ان انت تستخدم السلة دي في الحمام او في المطبخ او في الصالة او في قط النوم وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للمطبخ بيجي عبارة عن دورين تقدر ان انت تثبتيها على رخمت المطبخ وتنظمي بيه التوابل والزيوت او السوسات وكمان تقدر ان انت تنظمي من خلاله ادوات ولوازم المطبخ اللي بتكون عندك زي الشبك وستكاكين ولوحة تقطيع الخضروات وهنا معنا الممساحة الجميلة دي طبعا الممساحة دي بيجي معاها التشت الخاص بيها تقدر ان انت تعصريها بكل سهولة من كل المية ومن كل مواد التنظيف اللي بتكون عليها وبعد كده تقدر ان انت تستخدميها في تنظيف مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك زي ما هتشوفي معايا كده من خلال الفيديو بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي بتساعدنا على فتح مختلف العبوات بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهي انها هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الكتع الصغيرة اللي تقدر ان انت تثبتيها على الشمعات وتثبت عليها اكتر من شماعة زي ما هو ظاهر دلوقتي قدامك من خلال الفيديو بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي تقدر ان انت تلمي بيها العجينة وتعجينيها بكل سهولة زي ما هو ظاهر دلوقتي كده قدامك من خلال الفيديو بعد كده عندنا منظم لتوزيع الزيت والمنظم ده بيجي معاي فرشة بتساعدك ان انت توزيع الزيت بشكل متساوي على الحلة او الصينية بتاعتك بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تثبتيه على الرخامة وتنظم عليه ادوات ولوازم المطبخ زي السوسات او الشوك او السكاكين وكمان تقدر ان انت تنظم فيه ست انواع من التوابل اللي بتستخدميها بعد كده هنشوف عندنا ممساحة مخصصة لتنظيف الشبابيك وطبعا طريقة تصميمها بتسهل عليك ان انت تنظفي الشبابيك من جوه من بره بكل سهولة وده لان هي مرينة جدا في الاستخدام وتقدر تتحكم في الطول بتاعها على حسب حجم الشباك عندك بعد كده هنا عندنا الاداة اللي بتساعدنا اننا نقطع الخضور بشكل متساوي وتقدر ان انت تعملي من خلالها مختلف انواع ستلاطات بكل سهولة زي ما هو ظاهر كده قدامك دلوقتي من خلال الفيديو وهنا عندنا منظم تقدر ان انت تنظمي به مشترك الكهرباء والداري من خلاله مختلف اسلاك الاجهزة او كل الاسلاك الكهرباء اللي بتبقى موجودة عندك وتقدر تنظمي عليه جهاز الانترنت وتنظميه عندك على الوفي او تقدر ان انت تثبتيه على الجدار كده جنب الشاشة بعد كده معنا فرشة تنظيف كرسي الحمام الفرشة دي مصنوعة من السيليكون تقدر ان انت تنظفي بيها كرسي الحمام بكل سهولة وهي بتكون مارينة جدا وبتساعدك توصلي الاصعب الاماكن وتنظفيها بكل سهولة بعد كده عندنا مجموعة من منظمات التلاجة نقدر ان احنا نستخدمها في تنظيم الخضار او الفكهة او بقاية الاكل او تقدر ان انت تنظمي بيها مختلف التفريزات اللي احنا بنعملها في التلاجة عندنا دلوقتي هنشوف عندنا منظم للتوابل بيجي عبارة عن خمس قرفف تقدر ان انت تثبتيه على جدار المطبخ بكل سهولة من خلال اداة التثبيت اللي بتيجي معاه وبعد كده هتقدر ان انت تنظمي عليه الملح او الفلفل او مختلف انواع التوابل اللي بتستخدميها ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وجير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعارضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن ايه منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعارضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة لكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبداياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات أو أدوات عادية للتنظيف أو أجهزة كهربائية فأكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف أما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية أما مصاريف الشحن الفرنسا أو أمريكا أو الدول دي بيبقى سعر الشحن ليها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فأعتقد أن الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم أو تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك أو الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدروا تطلبي منهم المنتجات والأدوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا ما زي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوز أقولك أن طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك أو الانستجران عن الأدوات المنزلية وبتقدر توصلي لها بكل سهولة أما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الأسواق الكبيرة أو في المولات اللي بتبيع المنتجات والأدوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالأدوات المنزلية والأجهزة وجهاز العرايس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدر ان انتي تحصلي منها على الأدوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو أي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي أتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انه يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة أتمنى ان الفيديو دي يكون عجبكم ولو الأدوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم أتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك أي استفسار في أي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهارد عليك في قرب وقت أسيبكم في رعاية اللي اشتركوا في القناة